موسيقى أحبة المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأقدم لكم حلقة جديدة من برنامج موصليات هذه الحلقة سوف تكون عن رمز آخر من رموز الموصل ولكن من خلال مذكراته عنوان الحلقة الموصل في مذكرات الطبيب ستاريجيان والدكتور غريغور إبراهام ستاريجيان الطبيب الموصلي الأرمني المعروف أحب الموصل وأحبه الموصليون وهو صاحب القصر المعروف بقصر السريجيان هكذا يقول عنه الناس قصر السريجيان القريب من جامع النبي يونس عليه السلام في الجانب الأيسر من مدينة الموصل والذي هدم للأسف الشديد قبل سنوات طويلة تعود إلى السبعينات هذا القصر الجميل الذي كان يتسم بسمات معمارية رائعة وكان بالإمكان المحافظة عليه لو توفر حد أدنى من الشعور بالعمارة وبالحس المعماري التراثي مذكرات الدكتور غريغور إستاريجيان صدرت باللغة العربية وطبعت في طرابلس بلبنان من خلال مكتبة السائح سنة 2004 ولدي نسخة منها وهي بعنوان مذكرات الدكتور إستاريجيان 1885-1980 وكانت هذه المذكرات قد صدرت باللغة الأرمانية سنة 1974 وفي المذكرات معلومات رائعة عن الموصل جديرة بالانتباه لما تضمنته من حقائق وانطباعات توثق للمدينة ولرجالاتها وللأحداث التي وقعت فيها منذ قرابة مئة سنة الماضية الدكتور إستاريجيان كان بالإضافة إلى كونه طبيباً كان كاتباً وكان أديباً وترك الكثير من الكتب والمؤلفات وكان ينشر أيضاً الكثير من مقالاته في بعض الصحف والمجلات الموصلية فضلاً عن ذلك أنه كان قاصةً وقد أصدر مجموعة قصصية بعنوان آلام وأحلام كذلك أيضاً نشر كتاباً عن تاريخ الثقافة والأدب الأرمني ونشر كتاباً أيضاً بعنوان باللغة العربية بعنوان تاريخ الأمة الأرمانية الدكتور غريغور إستاريجيان والذي يسميه الناس في الموصل إستاريجيان ولد سنة 1885 في أحدى المدن التركية وأكمل دراسته في كلية الطوب في جامعة إسطنبول ثم عين طبيباً في الموصل ورافق تعينه طبيباً في الموصل قيام الحرب العالمية الأولى من الطريف أيضاً أن أشير إلى أن الدكتور غريغور إستاريجيان بعد أن تخرج من كلية الطوب بجامعة إسطنبول جاء إلى الموصل وعين فيها طبيباً مع زميله الدكتور جمال زين العابدين الكركوكلي وكان الوالي في الموصل هو الأديب والكاتب والشاعر التركي سليمان نظيف وقد التقى به وامتدحه ورحب به كثيراً وقال أننا بحاجة إلى خدماته والدكتور غريغور إستاريجيان في الحقيقة ظل طبيباً يمارس مهنة الطوب في الموصل لحين انتهاء الحرب العالمية الأولى التي كانت تعرف في ذلك الوقت طبعاً عند وقوعها بالحرب العظمى ولكنه وما أن احتل الإنجليز الموصل حتى قدم استقالته وتفرغ لعيادته التي كانت في شارع نينوى قرب قنطرة الجمال الدكتور غريغور إستاريجيان الحقيقة كان له دور كبير من خلال قائل كلمات والخطأ في الدفاع عن عروبة الموصل ضد المطالب التركية وفيما عرف بمشكلة الموصل التي سبق أن تحدثنا عنها في إحدى الحلقات السابقة وقد شكره متصرف اللواء في ذلك الوقت لواء الموصل الأستاذ عبد العزيز القصاب على موقفه هذا الدكتور غريغور إستاريجيان بنى له قصر في الجانب الأيسر من الموصل وكما قلنا قريب من جامع النبي يونس وكان على الطراز الأرمني كثير من الناس كانوا يعتقدون أنه على الطراز الياباني في حين أنه كان على الطراز الأرمني وكانت مساحته تقريبا 3500 متر مربع واستغرق بناء هذا القصر قرابة 10 سنوات وبدأ وكأنه تحفى فنية رائعة وأثثه بالأثاث الفاخر لذلك هذا القصر كان كثيرا ما يستضيف فيه بطلب من الحكومة البعض من الذين كانوا يزورون الموصل ومن هؤلاء مثلا شاهيران رضا بهلوي الذي استضافه في قصره وكذلك أيضا استضافه رشيد علي القيلاني والكثير من الشخصيات التي كانت تزور الموصل وليس لم يكن هناك فندق لائق بهم لذلك كان قصر السيرجيان أو قصر الدكتور ستارجيان هو المكان الذي استضاف به زوار مدينة الموصل الدكتور ستارجيان يقول في مذكراته أنه كان قد نشر مجموعة من المقالات والمقالات المترجمة في جريدة فتى العراق الموصلية منذ سنة 1946 وأنه كان له خزانة خاصة للكتب في المكتبة العامة وهذه الخزانة لا تزال موجودة باسم خزانة الدكتور غريغور ستارجيان وهي من الخزانات الأولى التي ضمتها المكتبة العامة وقد وجدت مؤلفات الدكتور ستارجيان خاصة كتابه تاريخ الأمة الأرمنية وكتابه عن الأدب الأرمني حقيقة وجدت الكثير من الصدى عند النقاط فكتبوا عن هذه المؤلفات في الصحف والمجلات العراقية والعربية والأجنبية أيضا من الطريفة أن أشير إلى أن الدكتور غريغور ستارجيان قال لوزير الداخلية سنة 1947 وكان ناجي السويدي عندما زار الموصل قال له وفي وجود المتصرف في ذلك الوقت مصطفى العقوبي قال له نحن الأرمن عندما جئنا إلى الموصل وبدأنا نتكلم اللغة العربية شعرنا بأننا بشر لنا كرامتنا وأصبح لنا حق الحياة في 26 تشرين الثاني سنة 1959 سافر الدكتور غريغور ستارجيان واستقر في بيروت وتوفي فيها سنة 1985 الذي يهمني في هذا المجال ونحن نتذكر هذا الطبيب الوفي لمدينة الموصل ونتذكر أيضا ذكريات الموصليين عن هذا الطبيب وعن زياراته المتعددة لمرضاهم وكانوا أيضا يعرفون قصره ويتحسرون على أن هذا القصر قد هدم ولا يعرفون لماذا هدهم ومن كان وراء هدم هذا القصر الذي يهمني أن أتحدث عنه وهو ما كتبه الدكتور غريغور ستارجيان عن الموصل في كتابه أو في مذكراته فمثلا يقول أنه قد جاء إلى الموصل وكانت جاء إلى الموصل في سنة 1913-1914 وأخذ عن الموصل جاء من الجهة الغربية مع غروب الشمس يقول دخلت الموصل وأخذت عن المدينة انطباعا خاصا وهي أن المحيط ساكن سكونا تاما خاليا من الحركة ظلام ودخان أسود يخيم على جو المدينة كأن ما كان فيها حريق كبير طبعا هذا الكلام في سنة 1913 وقال أنه أول عمل قام به هو زيارة مدير الصحة وكان في ذلك الوقت الدكتور جلال بق التركي وقال له مدير الصحة أننا بحاجة إلى خدماتك ولقلة الأطباء في الولاية قال أن مدير الصحة في الموصل استقبلني استقبالا كبيرا كذلك أيضا تحدث عن ولاية الموصل وكان يقصد بها طبعا الموصل الأربيل كركوك السليمانية وهي ولاية الموصل العثمانية تحدث عن نفوسها قال تقريبا نفوس هذه الولاية كان يصل إلى مليون ونصف المليون وكذلك أيضا تحدث عن الوالي سليمان نظيف وقال أنه من أصل كردي وقال أن ولاية الموصل كما قلنا كانت تضم كل هذه السناجق التي كانت موجودة في المنطقة الشمالية وقد زار كل هذه المدن كما زار كذلك الأخضية والنواحي وكان الدكتور استارجيان طبيبا رسميا في ولاية الموصل ولم يكن طبيبا محليا بمعنى أنه كان طبيب لكل الولاية وليس لمدينة الموصل وكان يتجول في الأخضية والنواحي ويقدم التقارير عن الحالة الصحية ويطلب الأدوية اللازمة كذلك أيضا قال أنه تعرف على العديد من الشخصيات العربية والكردية واليزيدية والشبكية وأنه كان على صلة كبيرة بهذه الشخصيات كذلك أيضا تحدث عن الأمراض التي كانت شائعة في ولاية الموصل ومنها مثلا الملاريا وطبعا هذا المرض الذي كان يحصد آلاف الأرواح كما كان يقول أيضا الدكتور سارجان تحدث عن كارثة ذبح الأرمن وقال أنه نفسه قد ذهب إلى إحدى المدن الحدودية مع تركيا وقاد الآلاف من الجياع من الأرمن وجاء بهم إلى الموصل والموصل احتضنتهم ورئيس البلدية عقد اجتماعا في ذلك الوقت وطلب من الأهالي مساعدة هؤلاء الأرمن واحتضانهم وتقديم ما يحتاجون إلي وبالفعل استقروا كما قال تناولوا طعامهم ثم بعد ذلك وجدوا لهم أعمالا في الموصل وحبهم الموصليون ثم بنوا مدرسة للأرمن وكذلك أيضا مسرح أيضا قدمت عليه العديد من المسرحيات ومقر للنادي الهومتمن الأرمني الذي كان قرب حديقة الشهداء أيضا من الأمور التي يتحدث عنها الدكتور سارجيان قال أنه كان يصوم رمضان مع المسلمين في الموصل وكان يحل له أن يفطر في بيت الوجيه والأديب نظم العمري وهو صاحب الندوة العمرية المعروفة وكذلك أيضا قال أنه كان يكتب المقالات في الصحف والمجلات وكان أيضا له مجلس في داره وكان هذا المجلس يقدم فيه حفلة غداء كبرى مرتين في السنة وكان اسم هذا المجلس على اسم الشاعر الحبيب بن أوسطاء أبو تمام وكثيرا ما كان يجتمع في داره المثقفين والأدباء والشعراء والحرفيين والتجار وكان حقيقة الدكتور سارجيان يتمتع باحترام الموصليين وكان هو أيضا يحب الموصل رحم الله الدكتور غريغور سارجيان وجزاه خيرا على ما قدم لهذه المدينة ولهذه المحافظة شكرا لإصغائكم وإلى حلقة أخرى من برنامج موصليات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة